الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحذل عقدة من لسان يفقه قولي إخواني أخواتي أبناء بناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصلح الله لكم الدنيا والآخرة ويسر الله أموركم وجعنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هاديين مهديين طائعين مطيعين غير الضالين ولا مضلين اللهم اهدنا وهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى أصدرتو إصدارا باللغة الفرنسية وسأترجمه لكم إن شاء الله أثار انتباه مقال على اليوم ترجمته هذا الرهان الجنسي الفاضح المتكرر بشكل متزايد هذا الرهان الجنسي الفاضح المتكرر بشكل متزايد سو باري سكسوال سكون دانه de plus en plus fréquent يسمونه الهوغين الهوغين هذا ظهر في أمريكا والآن انتشر أو بدأ في الانتشار يسمونه الهوغين إذا ننظر إلى الجماعة سنطبق علم البرمجة الإلهية على عنوان المقال عنوان المقال بدون الرتب ومع الرتب تطبيق علم البرمجة الإلهية على عنوان المقال المجاميع بواقع القسم الأقليدية أكبر من 23 اقسمه على 23 باقع قسم 11 أولي رتبته أولي رتبته أولي رتبته أولي رتبته أكبر من 23 اقسمه على 23 باقع قسمه 4 انظروا للجماعة المجموع بدون هذين العددين هو هوغين إذن السؤال عنوان المقال يتحدث عن هذا الرهان الجنسي الفاضح المتكرر بشكل متزايد هذا اسمه هوغين ها هو برمجه الله سبحانه وتعالى ستسألني والعددان 20 أربعة 20 زايد أربعة انظر إلى الجمال 20 زايد أربعة يساوي أربعة وعشرون الآن مجموع السطر الأساسي أي بواقع القسم الأقليدية انظر 181 هذا العدد هذا العدد أولي رتبته 42 42 زايد 24 الذي عزله الله سبحانه وتعالى يساوي 66 الآن هذا العدد زايد رتبته يساوي 223 هذا أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أولياً رتبته ما هي رتبته هي ما يبحث عنه هذا المتكون من رتبة هذا والأربعة وعشرين الذي عزله الله ما يبحث عنه ليصل إلى بر الأمان إلى التوقيع الرباني 66 زايد 48 التوقيع الرباني التعريف العددي للفظ الجلال الله 223 زايد 48 يساوي 271 أولي رتبته 58 انظر إلى جماله 271 زايد 58 يوطك 329 ليس أولياً اقسمه على 114 و23 باقي القسمة باقي القسمة أولي رتبته أولي رتبته لماذا؟ لماذا وصلنا هنا الآن انظر 101 زايد هذه الرتبة التي ستتكرر إلى مال نهاية هذان العددان سيتكرر إلى مال نهاية وهما هنا سبحان الله وضعهم الله هنا انظر إليه 26 ها هو 26 سيتكرر إلى مال نهاية انظر 101 زايد 26 يساوي 127 أمره الله أن يكون أولياً رتبة واحد وثلاثون أمره الله أن يكون أولياً رتبة واحد وثلاثون أمره الله أن يكون أولياً رتبة واحد وثلاثون أمره الله أن يكون أولياً رتبة خمسة أمره الله أن يكون أولياً رتبة ثلاثة أمره الله أن يكون أولياً رتبة ثلاثة أمره الله أن يكون أولياً رتبة اثنان أمره الله أن يكون أولياً رتبة واحد وثلاثون أمره الله أن يكون أولياً رتبة واحد وثلاثون زايد 5 زايد 3 زايد 2 زايد 1 زايد 26 أو إن شئت مجموع الرتب مجموع هذه المنطقة 26 يساوي ماذا يساوي 79 هذا هو مجموع رتب الجواب مجموع رتب هذه الأعداد الأولية مجموعها 79 إذن 79 زايد 183 يعطيك هوجن الجواب مع الرتب انظر إلى مجموع الرتب ها هو مجموع الرتب 79 انظروا إلى الجمال الآن هذا العدد 271 زايد 58 تذكر هذا زايد هذا نضعه هنا لنرى الجمال انظروا 101 أول يرتب 26 سبعة ويرتب 24 138 انظروا إلى الجمال اقسمه على 114 و23 باقي القسمة لا يوجد باقي قسمة يعني أن هذا العدد يقبل القسمة على 23 لو قسمته يعطيك 6 ناتج 6 وهذا أكبر من 23 يقسمه يعطيك 1 24 زايد صفر يوطيك 24 الذي عازله الله سبحانه وتعالى هنا 24 زايد 42 زايد 48 زايد 48 زايد 42 مرة أخرى التوقيع الرباني الآن ننظر 24 زايد 1 زايد 4 24 زايد 1 زايد 4 يساوي 29 أولي رتبة 10 عما يبحثها عما يبحث هذا وهذا 101 ناقل 26 يساوي 75 75 زايد 29 زايد 10 يساوي التوقيع الرباني الآن ننظر إلى 24 ماذا فعل؟ فعل الأفاعيل 24 زايد 1 زايد 4 أعطانا هذا الذي يبحث عنه هذا وهذا ليوصلك إلى التوقيع الرباني الآن 24 ننظر زايد 7 زايد 4 24 زايد 7 زايد 4 يساوي 35 114 ناقص 35 يساوي 79 مجموع رتب الجواب نظر إلى الجمال إذن 79 زايد 138 زايد 183 يعطيك 262 الجواب مع الرتب انظر إلى طريقة أخرى هذا نقص هذا إذن عنوان المقال عنوانه انظر مجموع رتبي 609 انظر 609 مجموع رتبي عنوان المقال المجموع انظر 609 إذن قلب السؤال الرتب هي قلب السؤال إذن انظر 609 نفس الأعداد المجموع بدون المجموع معه هذا أولي رتبته 42 قلنا المجموع بدون أي المجموع السطر الأساسي المجموع معه يساوي 430 تذكر العدد 26 مجموع هؤلاء الآن ننظر إلى الجمال هذا زائد هذا نقص هذا نقص هذا يعطيك الجواب 103 الهوغين الآن ننظر 11 العدد الأولي الوحيد في كل هذا العدد هو هذا وقلنا لك مرارا وتكرارا أن البرمجة الإلهية تعتمد اعتمادا كليا على الأعداد الأولية ورتبها والأعداد الأولية هي أعقد شيء في العلوم مجموع هؤلاء 22 هذا هو رتبة العدد الأولي 79 الذي هو مجموع رتب هوغين لتصل إلى هوغين مع الرتب هذا زائد مجموع الرتب يعطيك الهوغين مع الرتب الآن سأريك عجب العجب هذا طبقته منذ أكثر من سنتين منذ بدايات الاكتشاف الآن تطبيق دالة الكوسينيوس للمبين على عنوان المقال تطبيق دالة الكوسينيوس دالة رياضية معروفة لا تحتاج إلى معرفتها انظر إلى الجمال لا تحتاج إليها المجموع المجموع أطبق الدالة الرياضية كوسينيوس على هذا العدد وأطبقها على هذا العدد الناتج هو هذا انظر إلى عجبها إلى غرابة هذين العددين هذا عدد فيه الفاصلة وهذا عدد فيه الفاصلة لو قلت لك أن العددين سيوصلانك إلى الهوغينغ ماذا تقول لو قلت لك يا أيها الملحد يا أيها الظالم لنفسه يا أيها المرتد يا أيها المسيحي يا أيها الجاحد يا أيها البوذي يا أيها المحارب لدين الله ورسوله يا أيها المسلم البعيد عن الله الذي لم يقرأ قرآنه باسم ربه الذي خلق لو قلت لك أن هذه الأعداد العجيبة الغريبة بالفاصلة ستوصلك إلى الجواب ما تقول انظر كيف أتعامل مع هذه الأعداد اجمعها اجمع الأعداد إذن انظر صفر زائد ثماني زائد إلى سبعة يعطيك هذا العدد صفر زائد تسعة تسعة إلى خمسة يعطيك هذا العدد هذا عدد وليس رقما نريد أن نصل إلى الأرقام إذن نواصل ثمانية زائد خمسة أجمعه مرة أخرى يساوي ثلاثة عشر أولي رتبة ستة وثمانية زائد صفر مجموع الأرقام ثمانية إذن هنا وصلنا هذا رقم بقي هذا هذا ليس رقما هذا عدد واحد لا ثلاثة يساوي أربعة الآن وصلنا لو قلت لك أن الآن الجواب هنا انظر العدد الأولي الوحيد هو هذا إذن انظر خمسة وثمانون زائد الرتبة زائد أربعة زائد خمسة وثمانون زائد ستة زائد أربعة زائد ثمانون زائد ثمانية يعطيك مئة وثلاثة وثمانون عزل الله العدد الأولي الوحيد عزله الله الآن ننظر أين مجموع الرتب ها هو الهوغينج إذن أين مجموع رتب الهوغينج الآن ننظر هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا بدون العدد الأولي وبدون الرتبة هنا الوحيد العجيب هو هذا إذن بدونهما يغطيك 177 اقسمه على 114 و23 باقي القسمة باقي القسمة 63 زائل 16 يسوي 79 مجموع رتب هولين الله أكبر و 79 أولي رتبته 22 سؤالك هو يا مصطفى كل الأعداد تعاملت إلا هذا هذا لم يتعامل هذا تعامل ولكن هذا لم يعمل ولم يفعل شيئا نظر إلى الجمال 79 زائد رتبته زائد 13 ماذا يغطيك يغطيك التوقيع الربانية المبرمج هذا الله هذا يوصلك إلى الله لفظ الجلالة الله هو التوقيع الرباني حسمت المسألة انتهى الموضوع الآن أنت يعني مبهور منبهر تماما لم ترى شيئا إلى الآن انظر نواصل نواصل الآن تطبيق دالة الكوسينوس للكوسينوس للمبين على العنوة للمقام إذا نظر تطبقنا الكوسينوس على هذا وهذا وصلنا هنا سأطبق الكوسينوس على هذا انظر سأطبق دالة الكوسينوس على هذا وسأطبق دالة الكوسينوس على هذا انظر إلى الجمال إذن انظر نفس الشيء مجموع الأرقام صفر 6 إلى 6 يوطيك هذا مجموع الأرقام صفر زائد 5 زائد 4 إلى 8 يوطيك هذا تذكره هذا هذا هو مجموع الرتب عنوان المقال وهو أولي رتبته 22 إذن هذا 7 زائد 9 هذا عدد ليس رقما 7 زائد 9 وسوي 16 7 زائد 8 وسوي 15 هذان عدداني نريد أن نصل إلى الأرقام 1 زائد 6 7 أولي رتبته 4 1 زائد 5 6 22 أربعة تذكر 26 مفتاح الدراسة 22 أربعة الرتب 26 مفتاح الدراسة لننظر إلى الجمال انظر إلى الجمال هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد الفرق بين الرتبتين قل الله أكبر الهوغين انظر الآن ها هو العدد مجموع الرتب ها هو 79 مجموع رتب الهوغين بدأ الله به إذن 79 زائد 183 يساوي 262 الهوغين مع الرتب الآن 79 زائد 22 هنا 79 زائد 22 انظر 101 أولي أولي رتبه 26 أتذكر العدد الأولي الوحيد في دلة الكوسينيوس وحدها تذكره العدد الأولي الوحيد ها هو الآن سنضعه انظر سنضعه هنا رتبته 6 انظر إلى الجماع 101 زائد 13 يساوي التوقيع الرباني قل الله أكبر الآن انظر إلى مجموع الرتب مجموع الرتب 6 زائد 26 زائد 4 زائد 22 مجموع الرتب يساوي 58 أتذكر هذا العدد لا تذكره هذا هو رتبة آخر عدد أولي في بداية الدراسة لا تذكر انظر سأريك سأريكه سأريكه انظر تذكر بداية الدراسة لما عزل الله هذين العددين بدأنا بالعدد الأولي رتبته العدد الأولي الثاني رتبته المجموع يوصلك إلى هذا العدد الأولي رتبته 58 لماذا؟ لأن هنا شيء عجيب سأريك إياه انظر 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 إلى الجمال والبهاء والعظمة انظر 58 قلنا أنه رتبة هذا العدد هذا زائد هذا يعطيك هذا تذكر انظر مجموع الرتب 26 زائد 4 يساوي 30 وهذا العدد مفروض في المجموع مفروض في المجموع انظر مفروض في المجموع انظر مفروض في المجموع اذا اقسم على 23 14 114 المجموع 24 تذكره الذي عزله الله ولكن هنا صفر يعني ان هذا عدد يقبل القسم على 23 لو قسمته الناتج هو ماذا هو 6 اذا المجموع 30 اي ان 30 يفرض نفسه مع الرتب ويفرض نفسه في نهاية المطاف لماذا انظر الان سأطبق دلة كوسينوس للكوسينوس للكوسينوس للمبين انظر سترى عجيبة وغريبة الكوسينوس الاول الكوسينوس الثاني كوسينوس الكوسينوس نفس الشيء هنا ونفس الطريقة المجموع سر زائد 7 الى 8 91 المجموع انظر سر زائد 8 الى 8 93 9 زائد 11 9 زائد 3 12 1 0 1 1 2 3 اولي رتبته اولي رتبته انظر الان جمال المجموع النهائي مع الثلاثون الذي فرض نفسه هنا يعطيك 183 الهوغينغ وهو رهان رهان جنسي ملعون يقتضي الهجوم على واستياض بنات سمينات للزنا معهن هذا هو الرهان الشيطاني ولا حول ولا قوة إلا بالله الآن انظر انظر إلى الجمال انظر إلى الجمال 93 ناقص 12 ناقص الفرق بين هذا وهذا انظر 93 ناقص 12 ناقص الفرق بين هذا وهذا يعطيك 79 مجموع رتب هوغينغ 79 زائد 183 يعطيك 262 الهوغينغ مع الرتب ومرة أخرى 93 ناقص 12 ناقص ناقص الفرق بين 2 زائد 1 و1 مرة أخرى يعطيك 79 ليعطيك الهوغينغ مع الرتب ماذا بقي انظر تعامل هؤلاء كلهم مع هذا بقي هذا وهذا هم الذين اللي يتدخلوا 91 زائد 10 انظر الجمال 101 تذكره الذي رتبته 26 تذكرها 101 زائد 26 127 أولي ها هي الرتب لأن نظر إلى الجمال المجموع زائد ذاك الثلاثة الأولي الوحيد لهذه المنطقة لهذه الدراسة ها هو الأولي انظر 183 هوغينغ بدون الرتب انظر إلى الجمال و 31 زائد الرتب زائد 26 79 مجموع رتب الوحيد الله أكبر و 127 زائد الرتب زائد الرتبتين هؤلاء مرة أخرى يعطيك 183 لتصل إلى ما لا نهاية إلى العدد مع الرتب الآن انظر سوريك طريقة أخرى لا تمر بالعدد 30 نفس الأعداد تذكر نفس الأعداد انظر 91 ناقص 1 زائد 93 يسوي 103 بقي هذا وهذا وهؤلاء انظر إذن هذا الهوغين لأن 10 زائد 12 يسوي 22 هو رتبة العدد الأولي الأول لكوسكوس لكوسكوس انظر كوسكوس ها هو ها هو الكوسكوس أين 79 ها هو 79 رتبة 22 ها هي عزلها الله سبحانه وتعالى ها هي عزلها الله سبحانه وتعالى الكوسكوس وهو رتبة العدد الأول 79 ليوصلك مرة أخرى للهوغين ماذا بقي بقي 3 زائد 2 زائد 1 يساوي 6 هو رتبة العدد الأولي الأولي للدراسة لدراسة الكوس تذكر رتبة العدد الأولي للدراسة انظر 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 للدراسة الأولى ها هي رتبة 6 انظر إلى الجمال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويمكن أن تطبق كوس 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 إلى ما لنهاية نفس لك الأعداد لن يتوقف الآن انظر التعريف العددي للآية التي أراد الله أن أختارها لهذه الدراسة ولا تقرب الزنا بمجرد بمجرد ما رأيت هذا العجب إن لم تستحي فاصنع ما شئت مباشرة فكرت في هذه الآية ولا تقرب الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا تعرفون الآية لننظر إلى الجمال لو قلت لك أن الله برمج هذه الآية لهذا المقام ستندهش ستقول أني مجنون ستظن أنني كذاب أشر أني أقول الله ما لم يقل سأريك جمال الجمال وبهاء البهاء وعظمة العظمة ورونق الرونق انظر هذه الآية آتية من سورة الإسراء التي رقمها سبعة عشر أولي رقبته سبع أولي رتبته أربعة عدد آيات سورة الإسراء مئة ويحد عشر هذا هو التعريف العددي لأي آية مئة ويحد عشر اقسم على 23 باقي الكسمة 19 أولي رتبته ثمانية رقم هذه الآية 32 ها هو اقسم على 23 باقي الكسم 9 انظر المجموع 207 أنت لا تذكر هذا المجموع لا تذكر انظر 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 مجموع المقال أي أن الله برمج آية قرآنية أوحاها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم منذ 1040 سنة برمجها مع مقال صدر البارحة انظروا مجموع الآية هو مجموع عنوان المقال الله أكبر سأولك أمور وعجائب أخرى انظر انظر إلى الآية 207 مجموع اقسم على 114 و23 باقي القسم لا يوجد باقي القسم يعني أن هذا العدل يقبل قسم على 23 93 زائد 0 يسوي 93 114 ناقص 93 21 الآن ننظر 17 زائد 111 زائد 32 السطر الأساسي 160 اقسمه على 123 باقي القسم باقي القسم 46 زائد 22 يسوي 68 68 زائد 21 89 أول 24 تذكر 24 207 ناقص 24 التي عزله الله في البداية يعطيك 183 هوغين الجواب قل الله أكبر الآية برمجها الله لتلتقي مع عنوان المقال ولتلتقي أيضا مع ماذا مع جواب المقال جواب المقال الله الله أكبر انظر انظر الآن 68 هذا زائد 46 يعطيك التوقيع الرباني و68 ناقص 46 يعطيك 22 رتبة العدد الأول 79 مجموع رتب هوجينغ إذن ها هو الهوجينغ آث آث من الآية قل الله أكبر أنت حائر الآن مبهور منبهر إذن لو كنت مرتدا أو ملحدا أو كافرا أو لا أدريا أو بوذيا أو مسيحيا آل لك أن تقول بقلبك وبعقلك وبروحك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لو كنت مسلما بعيدا عن الله بعيدا عن الله وارثا للإسلام كجلباب وارثته كجلباب ورث ورث لك آل الأوال أن تجد الله بقلبك وبعقلك وبروحك وتتوب إلى الله فهذا أقصى علم هذا أصعب علم أعقد علم أعظم علم أجمل علم يريك وجود الله سبحانه وتعالى يبرهن لك عن وجود الله سبحانه وتعالى الآن لما وصلت أنهيت الترجمة انتهيت قلت سأترجم لهم عنوان المقال وسنرى ما سيحدث إذن العنوان هذا الرهان الجنسي الفاضح المتكرر بشكل متزايد بدون الرتب ومع الرتب انظر المجاميع بواقل قسمة الأقليدية أكورن 23 أكورن 23 المجموع بدون المجموع معه انظروا إلى الجمال هؤلاء زائد 20 ناقص 2 ناقص 1 المتبقيان انظر هذا ناقص هذا أعطاك العدد وهذا انظر وهذا زائد هذا ناقص هؤلاء أي هذا زائد 17 يغطيك 183 هوجين بدون الرتب الله أكبر وانظر إلى الجمال 20 زائد 3 زائد 2 زائد 1 يعطيك ذاك 26 تعرفه الذي ظهر منذ بداية الدراسة الذي هو رتبة 101 المجموع 127 اقسمه على 23 باقي القسمة الرتب تذكر تذكر الآن المجموع المجموع زائد هذا الثلاثة العجيب الغريب يعطيك مرة أخرى 183 وهذا المجموع زائد الاثنان زائد واحد يعطيك مرة أخرى هذا العدد العجيب انظر ها هو وانظر إلى الجمال 26 زائد هذه الرتب يعطيك مجموع رتبي هوغينج إذن هذا زائد هذا تذكر هل برمج الله آية الدراسة مع الترجمة العربية لعنوان المقال انظر هل برمج الله الآية مع الترجمة العربية انظر ها هو التعريف العددي للآية ها هو مجموع الآية قسمنا على 14 23 باقي القسمة لا يوجد باقي القسمة 23 زائد صفر يساوي 93 114 ناقص 93 يساوي 21 207 ناقص 21 يساوي 186 مجموع هذا الرهان الجنسي الفاضح المتكرر قل الله أكبر قل الله أكبر قل الله أكبر الآن بالإنجليزية ترجمة الجوجل بالإنجليزية نضعها هنا بدون الرتب هذا أول رتبته انظر مع الرتب انظر نضعه الآن بدون الرتبة أولا بواق القسمة اقليدية انظر اكمل مثل 23 اقسمه على 23 بقى قسمه اثنان اول رتبته واحد اقسم على 23 بقى قسمه ستة اولين وهذه الرتب هذا اولين ورتبته عشرون الان ننظر يا الجمال المجموع بدون المجموع معه الان ننظر 26 ستة وعشرون تعرفوا هو يوجد هنا ويوجد هنا اثنان زائد واحد ثلاثة اول نتبته اثنان اول نتبته واحد المجموع ستة ستة وعشرون فرض نفسه اذا ننظر هذا نقص هذا مئة وثلاثة وثمانون الله اكبر وهذا العنس هذا سيوصلك وهذا سيوصلك كيف قلنا عشرون زائد ستة ستة وعشرون بحث عنه هذا ان عشرون نقص ستة اربعة عشر يبحث عنه هذا ليوصلك الى الجمال والستة وعشرون الذي فرض نفسه تعرفه سيوصلك انظر ستة وعشرون رتبة العدد الاولي سيعطيك كل هذا وستة وعشرون هو شخصيا برمجه الله يقسمه على ثلاثة وعشرين بقى القسمة ثلاثة اول نتبته اثنان اول نتبته واحد المجموع مئة وثمانون زائد ثلاثة مئة وثلاثة وثمانون ومئة وثمانون زائد مجموع الرتب يساوي مئة وثلاثة وثمانون قل الله اكبر قل الله اكبر وستة وعشرون انظر زائد مجموع الرتب يعطيك مجموع الرتب لهوغينغ قل الله اكبر الان مع الرتبة تغيرت الاعداد انظر انظر للجمال بالله عليك انظر هذا ناقص 75 يسوي 39 يقسمه على الهدد 29 بقى قسمه 16 114 ناقص 88 يسوي 26 تعرفه يقسمه على الهدد 29 بقى قسمه 3 أو ينطبطه 2 أو ينطبطه 1 هنا 26 زي 3 يسوي 29 أو ينطبطه 10 29 زي 10 يسوي 39 ركز معي الآن نظر 19 ناقص 8 ناقص 6 يسوي 5 أوليها هي الرتب 5 زائد الرتب يعطيك 11 أولي رتبه الآن 11 ناقص 6 مرة أخرى يعطيك 5 نفس الشيء يصلك إلى هذا العدد و 5 زائد 3 زائد 2 زائد 1 ناقص 6 مرة أخرى يعطيك نفس العدد ليوصلك إلى هذا العدد الآن المجموع بدون المجموع بدون أي سطر الأساسي المجموع معه المجموع معه الكل انظر 222 عن ماذا يبحث؟ يبحث عن 39 ليوصلك إلى 183 وال 178 يبحث عن 5 ليتكرر وفرض نفسه ليوصلك إلى 183 الله أكبر الآن نظر إلى الجمال 16 ناقص 3 انظر ناقص 3 زائد 22 زائد 22 زائد 22 يساوي ماذا؟ 79 مجموع مجموع رتب هوجينغ ستقول لي وهذه الرتب لم تتدخل ستة عشر زائد ثلاثة زائد واحد يساوي ماذا؟ يساوي 22 رتبة العدد الأول 79 الذي هو مجموع هذه الرتب انظروا إلى الجمال إذن 79 زائد 162 مرة أخرى الآن السؤال هل برمج الله آية الدراسة مع الترجمة الإنجليزية لعنوان المقال وانظر 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 وصلنا هنا تذكر قسمنا 114 و 23 باقي القسمة لا يوجد باقي القسمة إذن انظر هذا يقبل القسمة على 23 اقسمنا أعطيك واحد وهذا لو وجدنا صفر يعني أن العدد يقبل القسمة اقسمه انظر اقسمه 207 على 23 يوضعك 9 لا نظر إلى الجمال هذا سينظر هنا 23 ناقص 9 يسوي 84 اقسمه على 23 باقي القسمة 15 207 زائد 15 يسوي 22 انظر إلى العنوة البنجليزية مجموعه 22 قل الله أكبر وستقولي وهذا وهذا ما في مشكل 93 زائد واحد زائد صفر زائد 9 يعطيك ماذا؟ يعطيك 103 يقسمه على 23 باقي قسمه 11 103 زائد 11 114 التوقيع الرباني التوقيع الرباني يبقى 11 مع رتبه 22 هو رتبة العدد 79 مجموعه رتبي وانتهت المسألة قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر انشروا إصدارات وأبحاث المبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته